منذ توقعهما معاهدة الدفاع المشترك عام الف وتسعمائة وستين امريكا واليابان تخططان لاكبر تحديث امني لتعزيز التعاود بينهما في مواجهة تهديدات الصين بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الصحيفة البريطانية نقلت عن خمسة مصادر مطلعة ان الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلنان عن خطة لاعادة هيكلة القيادة العسكرية الامريكية في اليابان بهدف تعزيز التخطيط العملياتي والتدريب العسكري بين الدولتين ويتوقع الكشف عن تفاصيل الخطة خلال استضافة بايدن لرئيس الوزراء الياباني في البيت الابيض مطلع ابريل المقبل خاصة مع حرص البلدين على التخطيط بسلاسة اكبر لاي صراع قد يشتعل في اي لحظة مثل نزاع تايوان مع الصين الصحيفة اضافت ان واشنطن تدرس ضمن الخطة انشاء قوة مهمات عسكرية مشتركة جديدة يتم الحقها بالاسطول الامريكي في المحيط الهادئ فضلا عن تعيين قائد رفيع المستوى للاشراف على قوتها في اليابان ليضع حجر الاساس لقيادة يابانية امريكية موحدة في المستقبل اشتركوا في القناة